يعني أنا من جملة المشاهدين المشاهد عم بشاهدنا وعم بسمعنا وعم بيتساءل طيب يا ترى هل أنا عندك كبرياء أنا مش عارف نفسي إيه المقياس كيف ممكن أفحص نفسي في هذا أو إذا هذا الموضوع أعرف إذا عندي شوي ولا نص ولا كبرياء كامل طبعا ما فيش حد متكبر عارف أنه متكبر يعني خلينا نتفق على الحكاية دي يعني عمرك ما تسأل حد أنت لو أنت عارفه لو أنت تعرف حد متكبر أوي لو سألته أنت متكبر يقولك لا خالص ده أنا متوضع جدا فغالبا مشكلة الكبرياء أنه مرض يعني يصعب تشخيصه من صحبه يعني ممكن يكون كل اللي حواليه شايفينه أنه متكبر وهو حاسس أنه أعظم المتوضعين يعني نعم فلو قلنا حاجات بسيطة يعني هجاوب أقول كان فيك حاجة بسيطة لفحص الزات لأنه هذه خطيئة مكروهة أمام الله يقول الكتاب يقاوم الله المستكبرين أما المتوضعين فيعطيهم نعمة لو أقول حاجات نفحص بها نفسنا المتكبر هو الشخص الذي لا يتعلم من أخطائه ده واحد من مقايز صح ده وأنا بقول عن نفسي أن أنا متضع طب أنا لما بغلط واكتشف أنه ده غلط بتعلم ولا بأصر على الغلط لو بأصر على الغلط ده كبرياء يعني وبلاش فلسف الموضوع لنفسي وبلاش أسميه اسم تاني لكن واحدة من الحاجات العملية جدا اللي أنا شخصيا بحطها قدام نفسي هل تتعلم من أخطائك؟ دي دي حاجة أولى الحاجة التانية المتكبر هو شخص لا يقبل التوجيه برضو صح يعني ببساطة شديدة جدا المتكبر يعتبر أي توجيه إهانة ويعتبره طعن ويعتبره أنه يعني طعن في الكرامة وده معناها أن أنا صغير هذا التفكير وراك برياء الشخص المتضع يتعامل مع التوجيه وأنا استخدمت كلمة توجيه لأنه أنا بفترض أنه اللي بيتقلي بيتقلي في روح الودع والمحبة فأنا استقبله بالتضاع أفهم أتعامل معاه أسمعه وفكر فيه مش أرفضه لمجرد أنه بيقول لي أنه في حاجة غلطة عملتها فدي حاجتين الحاجة الأولى تعلم الأخطاء تاني حاجة قبول الانتقاد عدم التوجيه أسف عدم قبول التوجيه كبرياء حاجة كمان تقولي إذا أنا متكبر ولا الشخص المتكبر يبرر أفعاله دائما ويختلق الأعذار صح عمر بيقول أنا أسف مش موجودة أو ممكن يقول أسف أسف ولكن بكبرياء حتى يثبت تزنيب الشخص الآخر عرف أسف بس أسف ولكن أسيس دي مشكلة كبيرة كبيرة اللي إحنا هي هذا جزء من الكذب والكذب إلو ألوان في تحوير الكلام في أنصاف الكلام في يعني أنا عاوز أسمعك بس اللي أنت عاوز تسمعه ومنستخدم الأعذار وعلى فكرة مين اللي بيستخدم الأعذار والأسف كتير المؤمنين والخدام كمان كتير مرات بيعتذروا كتير وبيتأسفوا كتير كنوع من التبرير أو التزنيب لشخص آخر صحيح وده كبرياء يعني فكرة الأعذار وفكرة أنه يعني يا أم أم مش أعتذر يا أم أعتذر بطريقة معينة برضو أدحرج الخطأ من على نفسي يعني أزيحه كده أنا كأني بعتذر بس بزيح الخطأ على حد تاني أو بألقي المسئولية على حد تاني فده برضو واحدة من سمات أو يعني المقاييس اللي يستفسي بيها إذا أنا متكبر حاجة أخيرة أقولها ممكن يعني تكون تنطبق على المتكبر ودي واضحة قوي يمكن هو متكبر من يرى نفسه أفضل من الآخرين طبعا يعني فيه ناس كده عندها إحساس أنه تستحق أفضل من الباقيين أو هي بتمارس وبتحقق في الحياة حاجات أفضل من اللي حواليها امتها أكبر إنجازها أكبر اللي عندها أفضل رأيها أحسن احتقار كده للآخر تقليل من اللي حواليه فيها الكبرياء دي اللي هي بتاعت إنه على فكرة ده برضو موجود بمناسبة لحضرتك قلته ده موجود في الكنيس كتير قوي والخدام وإحساس أنه أنا موهوب أكتر أنا اللي حواليه مش فاهمين قوي زي يعني ممكن أقول شيء بس معارش ده تحت الكبرياء اللي هو التواضع المصطنع تصنع التواضع أنا عشان أخفي الكبرياء إيه بتصنع في التواضع طبعا ده واحد تاني وده هنا كل حد وعشان كده أنا قلت أن الكبرياء مش سهل اكتشافه محتاج أنه أرأي بقلبي لأنه القلب أخضع من كل شيء صح ويعرف يسميلي الحاجات بأسماء كده عشان يقول لي أنت صح معنا برضو إيه أنا بتكلم لو أنا شخص مؤمن أنا مش عايز برضو قدامي وبيني وبين نفس أحس أن أنا متكبر فحاول أسميها اسم تاني اللي هو الكرامة العزة النفس الشرف أي حاجة لكن لازم نرأي بقلبنا لأنه أحيانا بيكون اللي جوة كبرياء فوكل تحفظ إحفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة صحيح من فضلة القلب يتكلم اللسان من ثمارهم تعرفونهم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر